تسعى الحكومة العراقية إلى استثمار التكنولوجيا وتبني الخدمات الألكترونية والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت متبثلة ببوابة أور الألكترونية التي تتيح للمواطنين أمكانية إنجاز الإجراءات وتقديم الوثائق عبر الإنترنت بدلا من الحضور الشخصي إلى المكاتب الحكومية لغرض اختصار حلقات الروتين والوقت والجهد ولغرض تقليل من معاناة المراجع هناك تطبيق نزل على الهاتف الذكي يدخل على التطبيق أي مراجع يدخل إلى بوابة أور الألكترونية يدخل إلى دار التقاعد العسكري يستفسر عن معاملته مثلا يذكر اسمه أو رقم الإحصائي خلال دقائق أكو فريق عمل في هذه التقاعد الوطنية ويا الإخوان أيضا في مديرية نظم المعلومات مشكورين أيضا خلال دقائق ينطو ورمي دققون معلومات تتيجي رسالة نصية على هذا التطبيق أنه تم ترويج معاملتك التقاعدية إلى مثل هيئة التقاعد أو مطلوب منك الحضور إلى الدار لغرض جلب المستمسكات إلى غير ذلك فصار عندنا اختصار بالوقت أيضا وبالجهود أيضا وزانة الدفاع أخذت على عاتقها احتماد النظام الإلكتروني في التعاملات الخاصة بيدوائرها فكانت دائرة التقاعد العسكري باكورة هذا التحول ومن ثم تبعتها الملية العامة لشؤون المحاربين هذه المبوعة محققتنا اتزلت الكثير من الإجراعات لما يفصل الوقت وأيضا للسفا من المختلفين إلى المحافظات أحنا سمود يلي عامل شؤون المحاربين اشتحنا مكتب عريب مكتبي وخليت لاثنين من المؤمدخين ترجى إلى المهندس هؤلاء يستقلون كافة الطلبات في كافة المحافظات بدل أن المراجع أو المنتسب من الجيش السابق والذي عنده استفسار يجب المحافظات البصرة والموسر والمحافظات الشمالية إلى بغداد فتحنا هذه البوابة الغاية من أجلهم حتى نختزل هذا الموضوع عندي اثنين من الموظفين يستقبلون كافة الأسئلة الخاصة للمعاملات المريدة في المديرية وتتم الإجابة بوقت تياسي من 11-30 دقيقة وباشرة على تليفونات وتعود هذه الجهود إلى مدرية نظم المعلومات التابعة لوزارة الدفاع والتي عملت على تطبيق التحول الرقمي الشامل لتكنولوجيا المعلومات عن طريق بوابة أور الإلكترونية المجانية وربط دائرة التقاعد العسكري والمديرية العامة لشؤون المحاربين بالنظام الإلكتروني لغرض اختزال الجهد والوقت في إنجاز المعاملات تبنت وزارة الدفاع من خلال مديرية نظم المعلومات تقديم الخدمات الألكترونية باتجاه المواطن من خلال دائرة التقاعد العسكري وكذلك يشمنى المديرية العامة للمحاربين ذلك بأنه تم اعتبار منتسب عندما يحال على التقاعد يصبح مواطن فارتئينا أن تكون ترويج المعاملة التقاعدية الخاصة به عن طريق هذه البوابة الألكترونية كما أن مديرية نظم المعلومات عملت على تطبيق نظام البركود في المديرية العامة لشؤون المحاربين والذي من خلاله يمكن للمراجعي أن يستغلم عن معاملته والتعرف على تفاصيلها طبيعة المعاملة التقاعدية هي عبارة عن مجموعة من الأوراق تنعمل قلبي المجموعة من الضوار بالتالي المراجع وانا يتحدثت قلبي قليل ويريد كناس كبار بعواني ناس كثير من الأشياء يجهل تفاصيل لذلك دائبنا على عملية تتبع من أوليات هذه المعاملة لحيث المراجعين بدأت تكون للإستعلامة يؤشر بنظام مختص ويعطى باركود هذا الباركود يمكن من عملية الاستفسار والاستدلاء أين أصبحت المعاملة الآن ماذا تنبس وتسعى وزارة الدفاع إلى الاستفادة من الحكمة الإلكترونية وتطبيق برامج أخرى تتيح تبسيط الإجراءات المتبعة في الوزارة وشمول بعض الدوائر والمديريات الأخرى على تنفيذ أنظمة إلكترونية تسهل من الإجراءات التقليدية في ترويج المعاملات كذلك نحن فعلنا نظام صحة صدور الوثائق التي تم تنصيبها وتنفيذها في المديرية العامة للأفراد ما يخص صحة صدور الشهادات التي اختزل الوقت والجهد في التأكد من صحة صدور الشهادات الدراسية وكذلك تم تنصيبها وتنفيذها في شعبة الرسائل في أمانة الصر العام كون أمانة الصر العام هي الجهة المخولة بمخاطبة الوزارات وكذلك في المستقبل القريب إن شاء الله سيتم تنفيذها وتنصيبها في المديرية العامة للشؤون المحاربين ودارة التقاعد العسكري لأنها تعتمد على وثائق مطلوبة من وزارات أخرى في ترويج المعامل التقاعدية وتمتاز منصة أور الألكترونية بسهولة الاستخدام إذ يمكن التسجيل فيها عن طريق الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو عن طريق الحاسوب وبعدها يتبع المواطن الإجراءات الخاصة بالبوابة ويستعلم عن معاملته في دائرة التقاعد العسكري أو المديرية العامة لشؤون المحاربين الإجراء الثاني الذي سوينا أنه إحنا طبعنا آلية عمل وفتح حالية أو الاشتراك بهذه البوابة عن تلفونات المراجعين ونوزع يومية ما يقارب 20 إلى 30 ورطة بهذه العالية كاملة نوزعها على المراجعين وأيضا بنفس الوقت تناقض مجوع من المراجعين إلى مكتب البوابة اللي عندنا في المديرية ونعلمهم كيف يفتح هذه البوابة وكيف يشترك بهم الغاية أنه حتى إحنا نقلل من مراجعة المواطنين إلى المديرية وتكبد عناء السفاق وخسارة في الأموال لا سيما أنه كثير من هؤلاء لن يحصلوا على الحقوم التقاعدية بنفس الوقت هذه المستفسارات كثيرة ممكن حالها بالتلفون وبنفس الوقت إحنا نمنع عمليات الابتزاز وعمليات المعثبين اللي موجودة في سبيل أن نحافظ على هؤلاء المواطنين وهؤلاء المراجعين أنا أدعو كافة اللي عندهم مستمسكات اللي عندهم مراجعات على دائرة التقاعد العسكري يدخل على تطبيق الأموال العامة لمجلس الوزراء ضمن النت ويدخل على بوابة أوريلا الكترونية يدخل على دائرة التقاعد العسكري ويقدر يحكي بيانا بدون ما يوصل للدائرة وننطيج جواب خلال دقائق يوميا يعرض موقف أمامي في سجل موجود إش قد إحنا وغدتنا مثل استفسارات شنو اللي صار عليها شنو نسبة الإنجاز شنو المتعلقات اشتركوا في القناة